بسم الله الرحمن الرحيم بروح منالية بالتفاؤل ورغبة بالنجاح ورحب بكم أعزائي طالبات وطالبات الصف العاشر في حلقة جديدة بعنوان تنوع الخلايا سوف أبدأ في شرح هذا الموضوع ولكن تابعوني بعد الفاصل عدنا لكم من جديد مع عنوان حلقتنا لليوم تنوع الخلايا والأنسجة في الحيوان والنبات نذكر في الحلقة السابقة أخذنا أن الخلية هي الوحدة التركيبية الأساسية لجسم الكائنات الحية إذن سوف نشاهد هذه الصورتي معا نلاحظ الصورة للنملة النملة على الرغم من صغر حجمها ألا أنها كائن معقد التركيب كيف تستفيد من الخشب الذي تلتهمه؟ حاول أن تستنتج عزيز الطالب أحسنت بمساعدة الكائنات وحيدة الخلية التي تعيش داخل أمعائها انظر إلى هذه الصورة أنها تمثل النملة الأبيض كم عدد الخلايا في النملة البيضة؟ حاول أن تتوقع الرغم أنها أكثر بكثير من أن تتوقع ذلك عزيز الطالب لاحظ عزيز الطالب هناك خلايا حقيقية النوات وهناك خلايا أولية النوات إذن سوف نبدأ في شرح الخلية أولية النوات ما المقصود بالخلية أولية النوات؟ حاول أن تستنتج ذلك من الاسم أولية النوات يقصد بها عدم وجود غشاء نووي يفصلها عن السيتبلازم الخلية أما الخلية حقيقية النوات فيوجد غشاء نووي يفصل محتوياتها عن سيتبلازم الخلية كما نلاحظ في هذه الصورة أنها لخلية بكثيرية أولية النوات نلاحظ بساطة تركيبها وبساطة محتوياتها ونستطيع أن نستنتج أن الخلية أولية النوات هي الخلية التي لا تحتوي على نوات محددة الشكل وتركيبها بسيط وهي أصغر من الخلية حقيقية النوات ثانياً الخلايا حقيقية النوات وهي خلايا أكبر بقليل من الخلايا أولية النوات وتحتوي على نوات محددة بسبب وجود غشاء نووي يفصل محتويات النوات عن سيتبلازم الخلية إذن ثانياً الخلية حقيقية النوات كما نلاحظ في هذه الصورة سوف نشاهد غشاء للنوات يحيط بها وهي محددة الشكل هي الخلية التي تحتوي على نوات محددة الشكل كما ذكرنا نأتي الآن إلى الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية هل تعتقد عزيزي طالب أنها متشابهة؟ سوف نرى معاً تشترك الخلايا النباتية والحيوانية في وجود كونها حقيقية النوات لكنهما يختلفان في البنية والشكل وبعض المكونات سوف نقارن الآن عزيزي طالب بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية من حيث وجود الجدار الخلوي والبلاستيدات الخضراء والجسم المركزي أو ما يعرف بالسنتروسوم والفجوة المركزية العصارية سوف نلاحظ في هذه الصورة حاول أن تستنتج عزيزي طالب الاختلافات الموجودة بين هاتين الخليتين أحسنت يوجد في الخلية النباتية جداراً خلوي يحميها ولكنه يغيب عن الخلية الحيوانية نلاحظ أيضاً وجود بلاستيدة خضراء موجودة في الخلية النباتية وتقوم بعملية البناء الضوي للخلية النباتية ولكنها تغيب عن الخلية الحيوانية ولكن الخلية النباتية تحتوي على فجوة عصارية مركزية كبيرة تتوسط الخلية النباتية ولكن في الخلية الحيوانية تكون صغيرة أو تكاد تكون معدومة إذن لقد استنتجنا الفروقات بين الخليتين النباتية والحيوانية نأتي الآن إلى هذا الجدول الذي يقارن بين الخلايا أولية النواة والخلايا حقيقية النواة سواء كانت حيوانية أو نباتية سوف نلاحظ أن القشاء الخلوي موجود في جميع الخلايا أما الجدار الخلوي فهو يغيب عن الخلية الحيوانية فقط نلاحظ أيضا أن النواة غير موجودة في الخلية أولية النواة وذلك بسبب عدم موجود غشاء نووي يفصل محتويات النواة عن سيتبلازم الخلية الكروموسومات موجودة أما الشبكة الانتبلازمية فهي غير موجودة في الخلايا أولية النواة كما تغيب جميع العضيات عن الخلية أولية النواة ما عادة عضية واحدة وهي الرائبوسومات إذن يغيب جهاز جولجي وتغيب الليسسومات وتغيب الفجوات ولكن عزيزي الطالب ركز معي كما ذكرنا في الخلية النباتية تكون الفجوة كبيرة ومركزية أما في الخلية الحيوانية تكون صغيرة أو تكاد تكون معدومة في الميتوكندرية فهي غير موجودة في الخلية أولية النواة ولكن الرائبوسومات كما ذكرت فهي موجودة في جميع الخلايا ولكن في أولية النواة تكون صغيرة أما في الخلايا الحيوانية والنباتية وهي حقيقية النواة تكون كبيرة الرائبوسومات البلاستيدات الخضراء وهي عضية مميزة للخلية النباتية كما ذكرنا وتختص بعملية البناء الضوئي نأتي الآن إلى هيكل الخلية وهو يغيب عن الخلية أولية النواة علم الأحياء في حياتنا اليومية على الرغم من عجزنا عن هضم السليلوز الموجود في جدران الخلايا ولكنه يشكل مصدر غذائي مهم لنا هل تعرف عزيز الطالب ما سبب؟ لنستنتج ذلك معن إذن على الرغم من عجزنا عن هضم السليلوز الموجود في جدران الخلايا النباتية ألا أن هذه الألياف تبقى جزء مهم في حياتنا حاول أن تستنتج عزيز الطالب أحسنت لأنه تساهم في تنشيط حركة الهضم في الأمعاء وتساعد في امتصاص الماء عبر الأمعاء الغليظة وبذلك ينصح الأطباء بالإكثار من تناول الخضروات لما لها فائدة في كثرة أليافها لنحاول عزيز الطالب أن نجيب على هذه الأسئلة معا واحد ما أوجد الشبه بين الخليتين أولية النواة وحقيقية النواة حاول أن تسترجع عزيز الطالب معلوماتك أحسنت تشترك الخليتين أولية النواة وحقيقية النواة في وجود غشاء للخلية والكروموسومات والرائبوسومات وتؤديان جميع الأنشطة الخلوية الحيوية إذن تشتركان في الكروموسومات وغشاء للخلية والرائبوسومات ولكن حاول أن تستذكر عزيز الطالب أن الرائبوسومات في الخلايا أولية النواة تكون صغيرة أما في الخلايا حقيقية النواة تكون كميرة السؤال الآخر ما الفروق بين الخليتين النباتية والحيوانية حاول أن تستذكر عزيز الطالب الفروقات الأربع التي ذكرناها أحسنت تحتوي الخلايا النباتية دون الخلايا الحيوانية على البلاستيدات الخضراء والجدار الخلوي والفجوة العصارية المركزية الكبيرة التي تنتصف الخلية النباتية ولكن في الخلية الحيوانية يوجد هناك ما يسمى بالجسم المركزي أو ما يعرف بالسنتروسوم وهو يؤدي دور مهم أثناء انقسام الخلية الحيوانية والآن عزيز الطالب نأتي إلى السؤال الأخير كيف تبرن الخلية النباتية أنها مرآة لوظيفتها حاول أن تسترجع معلوماتك أحسنت جدار الخلية النباتية يقوم بحماية الخلية وتقوم بلاستيدات الخضراء بعملية البناء الضوئي وتقوم الفجوة المركزية العصارية بتخزين الماء والغذاء الزاد إذن الإجابة هي يقوم الجدار الخلوي بتدعيم حماية الخلايا النباتية أما البلاستيدات الخضراء فهي تقوم بعملية البناء الضوئي أما الفجوة المركزية فهي تخزن الماء والمواد الأخرى و الآن عزيز الطالب دعنا نستنتج أيهم الخلية الحيوانية و أيهم الخلية النباتية من خلال التعرف على الرسم سوف نلاحظ أولا العضيات المشتركة سوف نلاحظ عضيات النوات وهي تركيب مشترك بين الخلية النباتية و الخلية الحيوانية و سوف نلاحظ أيضا الشبكة الاندوبلازمية الخشنة الريبوسومات جهاز جولجي غشاء الخلية هيكل الخلية و الميتوكندرية و جميعها عضيات مشتركة بين الخلية النباتية و الخلية الحيوانية نأتي الآن عزيز الطالب إلى العضيات التي تختلف في الخلية الحيوانية عن الخلية النباتية سوف نلاحظ أن الخلية الحيوانية تختص بعضية تعرف بالجسم المركزي أو ما يعرف بالسنتروسوم و هي عضية تؤدي دور مهم أثناء انقسام الخلية الحيوانية نأتي الآن إلى العضيات المميزة للخلية النباتية سوف نلاحظ وجود البلاستيدا الخضراء و الجدار الخلوي و الفجوة المركزية العصارية إذن البلاستيدا خضراء فجوة عصارية و جدار خلوي كما اتفقنا عزيز الطالب أن الخلية هي الوحدة الأساسية لبناء جسم الكائن الحي إذن ماذا تتوقع إذا تشاركت و اتحدت هذه الخلايا المتشابهة في الوظيفة و التركيب مع بعضها البعض بالتأكيد فإنها سوف تتحد مع بعضها البعض للشكل ما يعرف بالنسيج إذن نأتي إلى عنوان درسنا لليوم وهو تنوع الأنسجة في الحيوان و النبات لاحظ عزيز الطالب هذه الصورة أنها لمجموعة من النباتات هل تتوقع أن جميع أنسجتها مرتبة أم هي غير منتظمة سوف نلاحظ أن تتركب الخلايا المتماثلة لها لتشكل ما يعرف بالنسيج إذن تترتب الخلايا المتماثلة لتتظافر في أداء وظيفة معينة أو أكثر فتسمها بالنسيج عزيز الطالب هل تعتقد أن هناك نوع واحد فقط من أنواع الأنسجة بالتأكيد لا ليس هناك نوع واحد من خلايا الكائنات الحية بل أنواع متعددة و مختلفة تعمل في تعاون و تكامل لذلك تعرف بما يسمى النسيج إذن هناك نوعين عزيز الطالب من الأنواع الأنسجة هناك نوع يعرف بالنسيج البسيط و هناك نوع آخر يعرف بالنسيج المركب حاول عزيز الطالب أن تستنتج ما هو النسيج البسيط و ما هو النسيج المركب من اسميهما سوف نلاحظ أن النسيج البسيط من اسمه بسيط إذن هو يتكون من نوع واحد فقط من الخلايا أما النسيج المركب نستنتج أنه مركب من أكثر نوع من الخلايا إذن النسيج هناك نوعان النسيج البسيط و النسيج المركب و كما ذكرنا النسيج البسيط هو النسيج الذي يتكون من نوع واحد فقط من الخلايا إذن نسيج يتكون من خلايا متماثلة مع بعضها في الشكل و التركيب و الوظيفة أما في النسيج المركب سوف نلاحظ أنه نسيج يتكون من أكثر نوع من الخلايا كما نشاهد في هذه الصورة و الآن عزيز الطالب دعنا نستذكر ما أخذناه الخلية هي الوحدة للبناء التركيبية الأساسية لجسم الكائن الحي و إذا ما تضافرت هذه الخلايا المتشابهة في التركيب و الوظيفة مع بعضها البعض سوف تشكل ما يعرف بالنسيج و مجموعة الأنسجة المتشابهة في الوظيفة إذا اتحدت مع بعضها البعض سوف تشكل بما يعرف بالعضو و مجموعة الأعضاء إذا اتحدت مع بعضها و تضافرت سوف تشكل بما يعرف بالجهاز و تتضافر هذه الأجهزة لتشكل جسم الكائن الحي و الآن عزيز الطالب دعنا نستذكر الخلايا تؤدي الخلايا وظائف متعددة و متنوعة داخل أجسام الكائنات عديدة الخلايا أما في الأنسجة فإنها تحتوي على أكثر من نوع كما ذكرنا فهناك نوع النسيج البسيط و نوع النسيج المركب و الآن عزيز الطالب لنلاحظ هذه الصورة معا سوف نلاحظ الجهاز الدوري لجسم الكائن الحي و هو موجود أيضا في الإنسان و لكن هل تعتقد عزيز الطالب أن الجهاز الدوري هو الجهاز الوحيد الموجود في جسمك فالطبع لا هناك أكثر من جهاز يتضافرون لبناء جسمك على سبيل المثال الجهاز التنفسي و الجهاز العصبي و الجهاز الأخراجي و عدة أجهزة أخرى و كل جهاز يتكون من عدة أعضاء نأخذ مثال الجهاز الدوري فهو يتكون من القلب و هو يتكون أيضا من الدم و يتكون أيضا من الأوعية الدموية سوف نلاحظ أيضا أن الأنسجة تكون أبسط تركيب من العضو و هنا مثال على الأنسجة العضلية فهناك النسيج الأملس و الهيكلي و القلبي أما الخلايا فهي أبسط تركيب موجود في جسم الكائن الحي و هو الوحدة الأساسية البنائية لجسم الكائن الحي إذن عزيز الطالب لننتقل إلى تصنيف الأنسجة النباتية فهناك النسيج البسيط و النسيج المركب كما أخذنا و النسيج البسيط ممكن أن يكون نسيج جلدي أو نسيج أساسي و النسيج الأساسي هما ثرافة أنواع من الأنسجة فهناك النسيج البرانشيمي والنسيج الكولنشيمي والنسيج الاسكلارانشيمي أما بالنسبة للأنسيج المركبة فهناك نوعان من الأنسيج المركبة هما نسيجي الخشب واللحاء كما نلاحظ في هذه صورة الأنسيج النباتية ممكن أن تكون بسيطة أو مركبة والبسيطة هناك الأساسية والجلدية ومن الأساسية هناك النسيج البرانشيمي والنسيج الكولنشيمي والنسيج الاسكلارانشيمي أما في الأنسيج المركبة فهناك نسيج اللحاء ونسيج الخشب في البداية عزيز الطالب سوف نتحدث عن الأنسيج الأساسية ونستهلها بالنسيج البرانشيمي كما نلاحظ في هذه الصورة حاول أن تتعرف مميزات النسيج البرانشيمي من خلال صورته أحسنت خلايا حية بيضوية أو مسديرة وتوجد بينها فراغات وتحتوي أيضا على بلاستيدات خضراء ما فائدة هذه الصفات للنسيج البرانشيمي الفراغات للتهوئة أما البلاستيدات الخضراء فيها للقيام بعملية البناء الضوئي إذن من وظائف النسيج البرانشيمي نستنتج القيام بالبناء الضوئي واختزان المواد الغذائية كالنشة والتهوئة نأتي الآن إلى نوع آخر من الأنسج النباتية البسيطة الأساسية وهو ما يعرف بالنسيج الكولنشيمي وهو نسيج غير مغلظ بمادة اللجنين وجدره مغلظة إذن نشاهد في هذه الصورة هو نسيج حي تكون خلاياه مستطيلة وجدرانها مغلظة بشكل غير منتظم وغير مغطاة بمادة اللجنين وتكمن وظيفته في تدعيم النبات وإسناده من خلال جدره المغلظة نأتي الآن إلى النوع الأخير من الأنسج النباتية البسيطة الأساسية وهو النسيج الأسكالرانشيمي وكما نلاحظ في هذه الصورة يحتوي على جدر ثانوية وجدره مغلظة بمادة اللجنين إذن النسيج الأسكالرانشيمي الخلايا جدارها مغلظة ومغطاة بمادة اللجنين ولها جدران ثانوية أما أهميتها ووظيفتها فتكون فيه تقوية النبات وتدعيمه وحماية الأنسجة الداخلية والآن عزيز الطالب سوف نتحدث عن الأنسجة الجلدية وهي النوع الآخر من الأنسجة النباتية البسيطة ومثال عليها هو نسيج البشرة وهو النسيج خلاياه مستطيلة ولا توجد بينها فراغات إذن نسيج البشرة وهو طبق واحدة من الخلايا المستطيلة أو لسطوانية الشكل ولا توجد فراغات هوائية فيما بينها أما وظيفتها في حماية النبات من المؤثرات الخارجية التي تسبب التبخر الماء أو التجريح أو التمزيق وكذلك يسمح بتبادل المواد بين النبات والوسط المحيط به إذن نسيج البشرة يساعد في حماية النبات وتبادل المواد من النبات إلى خارج النبات بعد أن تهينا من الأنسجة النباتية البسيطة سوف نتطرق الآن إلى الأنسجة النباتية المركبة وهي كما ذكرنا نسيجي الخشب واللحاء في البداية سوف نتحدث عن نسيج اللحاء وهو من الأنسجة الوعائية أو التوصيلية وهو يتركب من أنابيب غربالية خلايا برانشيمية ألياف و خلايا مرافقة إذن نسيج اللحاء سوف يتكون من أنابيب غربالية خلايا مرافقة خلايا برانشيمية وألياف أما وظيفة اللحاء فهو توصيل الغذاء المصنع من الورقة إلى باقي أجزاء النبات ليستفيد من إذن تكمن وظيفة نسيج اللحاء فيه نقل المواد الغذائية الناتجة عن عملية البناء الضوئي من الأوراق كما ذكرنا إلى الأجزاء الأخرى من النبات والآن ننتقل إلى نسيج آخر من الأنسجة النباتية المركبة وهو نسيج الخشب يتكون من أوعية الخشب والقصيبات و خلايا برانشيمية وألياف حاول أن تعيدها معي عزيز الطالب قصيبات خلايا برانشيمية ألياف وأوعية الخشب أحسنت والآن عزيز الطالب سوف نتطرق إلى وظيفة نسيج الخشب وهي توصيل الماء من الجذور إلى باقي أجزاء النبات إذن نقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق بالإضافة إلى تدعيم النبات أيضا لأنه مغلظ بمادة اللجنين على جدران خلاياها الداخلية إذن هل هناك أنواع أخرى من أنواع التغلظ؟ سوف نلاحظها أنواع ترسب مادة اللجنين في أوعية الخشب هناك أربع أنواع سوف نلاحظها في الصورة التي أمامك كما نلاحظ عزيز الطالب نستطيع أن نستنتج اسم التغلظ من الشكل فالشكل الأول هو نقري أما الشكل الثاني فهو سلمي أما الشكل الثالث فهو حلزوني التغلظ أما الأخير فهو حلقي التغلظ إذن لنعيدها معا نقري شبكي حلزوني حلقي ولكن عزيز الطالب ماذا تتوقع فائدة مادة اللجنين في هذه الأوعية؟ أحسنت تدعيم النبات كما ذكرنا والآن عزيز الطالب بعد أن انتهينا من الأنسجة النباتية سوف نأتي إلى تصنيف الأنسجة الحيوانية وهي تصنف إلى أربع نواع أساسية وهي كالآتي واحد الأنسجة الطلائية اثنين الأنسجة الضامة ثلاثة الأنسجة العضلية أربعة الأنسجة العصبية وسوف نفصل كل واحد منها نأتي أولا إلى الأنسجة الطلائية من اسمها عزيز الطالب طلائية بما معناه أنها تغطي جسم الإنسان وتبطن أعضاءه الداخلية إذن هي الأنسجة التي تغطي سطح الجسم من الخارج لتحميه من المؤثرات الخارجية كالحرارة والجفاف والكائنات الممرضة وقد تبطن تجاويف الجسم مثل المريء والقصب الهوائية والتجويف الهضمي سوف نلاحظ أشكال مختلفة من الأنسجة الطلائية والآن عزيز الطالب من خلال الأشكال هل جميع الأنسجة الطلائية متشابهة؟ بالتأكيد لا فهناك ما يتكون من طبقة واحدة وهناك ما يتكون من عدة طبغات و سوف نأتي إلى تقسيم الأنسجة الطلائية و نلاحظ أن الأنسجة الطلائية تتركب من أنسجة طلائية بسيطة و أنسجة طلائية مركبة و النسيج الطلائي البسيط هو الذي يتركب من طبقة واحدة من الخلايا أما النسيج الطلائي المركب فهو الذي يتركب من عدة طبقات من الخلايا إذن النسيج الطلائي البسيط خلاياه تترتب في طبقة واحدة أما النسيج الطلائي المركب فخلاياه تتركب في أكثر من طبقة و نلاحظ أمثلة عن الأنسجة الطلائية سوف نلاحظ أن هناك نسيج طلائي حرشفي مصفف و هناك نسيج طلائي مكعبي بسيط و هناك نسيج عمودي مصفف كاذب و آخر طلائي عمودي بسيط و أخيرا طلائي حرشفي بسيط إذن نستنتج من الأشكال أن هناك أنسجة طلائية بسيطة تتكون من طبقة واحدة فقط من الخلايا و هناك أنسجة طلائية مركبة تتكون من عدة طبقات من الخلايا نأتي الآن إلى النوع الثاني من الأنسجة الحيوانية و هي الأنسجة الضامة و نستطيع أن نستنتج وظيفتها من اسمها الضامة أي تضم أعضاء الجسم بعضها ببعض سوف نلاحظ تكون خلاياه متباعدة نوعا ما و موجودة في مادة بينية أو بين خلوية سائلة أو شبه صلوة و نلاحظ أن هناك نسيج جضام وعائي و نسيج جضام هيكلي و هو العظم و نسيج جضام هيكلي آخر و هو الغضروف و نسيج جضام دهني إذن وظيفتها تربط أنسجة الجسم بعضها ببعض كما ذكرنا نأتي الآن إلى النوع الثالث من الأنسجة الحيوانية و هي الأنسجة العضلية و هي أنسجة تتميز بقدرتها على الإنقباض و الإنبساط و هي ميزة تميزها عن بقية الأنسجة إذن الأنسجة العضلية تعرف خلايا بالخلايا العضلية أو الألياف العضلية و هو يتميز بقدرته على الإنقباض و الإنبساط كما ذكرنا نلاحظ عزيز الطالب هناك ثلاث أنواع رئيسية من الأنسجة العضلية فهناك نوع ألياف عضلية ملساء و هي لا إرادية أو غير مخططة و توجد في جدر القناة الهضمية أما النوع الآخر فهي ألياف عضلية هيكلية و هي إرادية و مخططة و توجد في عضلات الجسم و هناك نوع آخر و هو الألياف العضلية القلبية و هي توجد في القلب فقط إذن لاحظ عزيز الطالب معي هذا الشكل عضل مخططة لا إرادية و عضل مخططة إرادية و هيكلية و عضل ملساء لا إرادية وهي أنواع النسيج العظلي و الآن نأتي عزيز الطالب إلى النوع الأخير من الأنسجة الحيوانية و هو النسيج العصبي و هو نسيج مسؤول عن تنظيم الأنشطة المختلفة لأعضاء الجسم و أيضا يختص باستقبال المؤثرات الحسية و توصيلها إلى المخ والحبل الشوكي و من ثم نقلها إلى أعضاء الحركة إذن هو نسيج مسؤول عن تنظيم الأنشطة المختلفة لأعضاء الجسم و تستقبل هذه الخلايا المؤثرات الحسية و توصيلها إلى المخ والحبل الشوكي ثم نقل الأوامر من أحدهما إلى أعضاء الاستجابة مثال على أعضاء الاستجابة الأعضلات أو الغدد نأتي الآن عزيز الطالب إلى مناقشة بعض الأسئلة المتعلقة حول الدرس اليوم واحد ما هي الأنسجة التي يتكون منها الجهاز الدوري؟ حاول أن تستذكر معلوماتك أحسنت النسيج الضام، الأوعية الدموية، والدم السؤال الأخير ما الفرق بين النسيج البسيط و النسيج المركب؟ حاول أن تستدج من الاسم ما هو النسيج البسيط و ما هو النسيج المركب؟ النسيج البسيط هو الذي يتكون من نوع واحد فقط من الخلايا أما النسيج المركب فهو الذي يتكون من عدة أنواع من الخلايا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم بعنوان تنوع الخلايا و الأنسجة في النبات و الحيوان أشكر لكم حسن استماعكم على أمل لقاء بكم في حلقة مقبلة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة